اشتركوا في القناة وَإِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَا لِلطَّاعِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ يقول الله عز وجل وَإِذْ بَوَّعْنَا أي هيئنا لإبراهيم وهو إبراهيم الخليل إمام الحُنفى مَكَانَ الْبَيْتِ يعني موضع البيت ألا تُشْرِكْ بِه شَيْئًا وهذا شامل لنوعي الشرك الشرك الأكبر والشرك الأصغر فالشرك الأكبر هو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله كأن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله فإن هذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر والنوع الثاني من الشرك الشرك الأصغر وهو كل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة كالحليف بغير الله ويسير الرياء فإن هذا من الشرك الأصغر قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أن لا تُشْرِكْ بي شيئًا وطهِّر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود طهِّر بيتي هذا أمرٌ من الله عز وجل لخليله ونبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يُطهِّر البيت تطهيرًا حسيًا وتطهيرًا معنويًا فأما التطهير الحسي فأن يُطهِّره من الأنجاس والقاذرات والأوساخ ونحوها وأما التطهير المعنوي فأن يُطهِّره من كل ما يُخالف الشرع من الشرك والبدع والخُرافات وإليها وطهِّر بيتي للطائفين الطائفون جمع طائف والطواف هو الدوران حول الكعبة تقربًا إلى الله عز وجل هذا معنى الطواف أن يدور الإنسان حول الكعبة حول بيت الله تقربًا إلى الله عز وجل وطهِّر بيتي للطائفين والقائمين أي القائمين لله عز وجل في صلاتهم والركع السجود الركع جمع راكع والركوع هو الانحناء تعظيمًا لله عز وجل والسجود معروف هو أن يستُد الإنسان على الأعضاء السبعة التي أمر الله تعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يستُد عليها فقال أُمِرْتُ أن أَسْتُدَ على سبعة أعظم أُمِرْتُ أن أَسْتُدَ على سبعة أعظم ثم قال عز وجل والركع السجود هذه الآية الكريمة فيها أمرٌ من الله عز وجل لنبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يُطهِّر هذا البيت تطهيرًا حسيًا وتطهيرًا معنويًا للطائفين والقائمين والركع السجود فهذه الآية تدلُّ على مسائل وفوائد منها أولًا عناية الله عز وجل بهذا البيت العظيم بهذا البيت الحرام ومنها أيضًا وجوب تطهير هذا البيت بأنواع التطهير التطهير الحسي والتطهير المعنوي ومنها أيضًا مشروعية الطواف بالبيت والطواف بالبيت منهما يكون نُسُكًا ومنهما يكون غير نُسُك فالطواف الذي هو نُسُك أي الذي يتعلَّق بالنُسُك أربعة أنواع طوافٌ هو رُكُن وطوافٌ هو واجِب وذلك أن الطواف الذي هو نُسُك النوع الأول طواف الإفاظة ويُسمَّى طواف الزيارة وهو رُكُن من أركان الحج لا يتمُّ الحجُ إلا به والثاني أيضًا طوافُ رُكُن وهو طوافُ العُمْرَة فكلاهما رُكُن والثالث طوافُ القُدُوم ويُسمَّى نعم طوافُ القُدُوم وهو مشروعٌ في حقِّي القادم إلى مكة فكلُّ من قدم إلى مكة فيُشرعُ له أن يطوفَ طوافُ القُدُوم من القارٍ والمُفرِد والرابع طوافُ الوداع ويُسمَّى طوافَ الصدر هذه أربعة أنواع من أنواع الأطوفة المشروعة النوع الأول طواف الإفاظة ويُسمَّى طوافَ الحج ويُسمَّى طوافَ الزيارة وحكمُه أنه رُكُن من أركان الحج لا يتمُّ الحجُ إلا به الثاني طوافُ العُمْرَة وهو أيضًا رُكُن من أركانها لا يتمُّ النُّسُك أي العُمْرَة إلا به والثالث طوافُ القُدُوم وهو سُنَّةٌ في حقِّ المُفرِد والقارٍ سُنَّة في حقِّ الذي يأتي إلى مكة بنُوسُك أول ما يقدم والرابع طوافَ الوداع ويُسمَّى طوافَ الصدر هذه الأطوفة هي الأطوفة المسنونة وما سواها يكونُ تطوُّعًا إذن يُؤخذ من هذه الآية الكريمة مشروعية الطوافُ بالبيت ومنها أيضًا مشروعيةُ القيامُ في الصلاة لقوله والقائمين والقيامُ في الصلاة رُكْنٌ من أركانها لا تصحُّ الصلاةُ إلا به لقول الله عز وجل وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلِّ قائمًا وقال في حديث المسي إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء وقد أجمع أهل العلم على رُكْنية القيام في الصلاة وأنه رُكْنٌ من أركانها لا تصحُّ الصلاةُ إلا به إلا لعُذر ويسخُط القيام القيامُ في الصلاةُ مع أنه رُكُن يسقط في مواضع أربعة في أربعة مواضع الموضع الأول عند العجز فإذا عجز المصلي عن القيام سقط عنه لعموم قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منهما استطعتم ولخصوصي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حُسين صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب هذا هو الموضع الأول من المواضع التي يسقط فيها القيام في الصلاة الموضع الثاني من المواضع التي يسقط فيها القيام في النافلة فيجوز الإنسان أن يصلي النافلة قاعدًا أي جالسًا ولو لغير عذر لكن له نصف أجر القائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أجر صلاة القاعد على النصف من أجل الصلاة القائم فالذي يصلي النافلة وهو جالس إن كان معذورًا فله الأجر كاملًا وإن كان غير معذور فصلاته صحيحة ولكن له نصف أجر القائم الموضع الثالث مما تسقط يسقط فيه القيام عند الخوف فإذا خاف الإنسان سقط عنه القيام قال العلماء كما لو كان بينه وبين عدو أو سبع جدار قصير ولو قام لرآه العدو أو لرآه السبع فيجوز في هذا الحال أن يصلي قاعدًا للعذر العذر هو هنا الخوف فإذا كان بينه وبين عدو يطلبه أو بينه وبين حيوان يخشى منه كسبع ونحوه جدار قصير لو قام لرآه العدو أو رآه السبع وخاف على نفسه ففي هذا الحال يصلي قاعدًا الموضع الرابع من المواضع التي يسقط فيها القيام إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدًا إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدًا فيجب على المأموم أن يصلي قاعدًا ولو كان قادرًا على القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه إلى أن قال فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا ولكن متى إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدًا وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائمًا ثم حصلت له علّة فجلس فإن المأموم يجب عليه أن يُتم الصلاة قائمًا وهذا التفصيل هو الذي دلَّت عليه السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط عن فرسه عليه الصلاة والسلام وأصاب قدمهما أصابه صلى جالسًا فصلَّ الصحابة رضي الله عنه خلفه قيامًا فأشار إليهم أن يجلسوا وهذا دليلٌ على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائمًا إذا ابتدأ الصلاة قاعدًا وجب على المأموم أن يُصلي قاعدًا وأما الدليل على أنه إذا ابتدأ الصلاة قائمًا وحصلت له علّة فإن المأموم يُتم الصلاة قائمًا فدليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته استخلف أبا بكرٍ ليصلي بالناس فكان رضي الله عنه يُصلي بالصحابة وفي ذات يومٍ أحس النبي صلى الله عليه وسلم بخفةٍ ونشاط فخرج إلى أصحابه يُهادى بين الرجلين يعني يعتمد على رجلين من أصحابه فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه تأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس مكانك فقام النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكرٍ فكان عليه الصلاة والسلام يُصلي بالناس صار إمامًا يعني أبو بكر كان إمامًا فنوى الائتمام صار بعد أن قدم النبي أن جاء الرسول عليه الصلاة والسلام صار أبو بكرٍ مأموماً فكان الناس يقتدون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ رضي الله عنه يُبلِّغ عنه لضعف صوته فالشاهد من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم أو صلى جاليسًا أتم خلفه قيامًا لماذا؟ لأن أبا بكرٍ ابتدأ بهم الصلاة قائماً إذن هذه أربعة مواضع يسقط فيها القيام في الصلاة ومنها أيضًا مشروعية الركوع والسجود في الصلاة لقوله والركع السجود وإنما خصَّ الله تعالى الركوع والسجود في الصلاة لأنهما من أعظم أركان الصلاة فالركوع فيه تعظيمٌ لله يجتمع في الركوع ثلاثة أنواعٍ من أنواع التعظيم أولًا التعظيم القلبي لأن الإنسان معظمٌ لله بقلبه وثانيًا التعظيم الفعلي لأنه ينحني تعظيماً لله وثالثًا التعظيم القولي لأنه يقول في ركوعه ماذا؟ سبحان ربي العظيم فيجتمع ثلاثة أنواعٍ من أنواع التعظيم في الركوع كذلك أيضًا السجود خصَّه سبحانه وتعالى لمزيته وفضيلته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام لأن لو أراد إنسان مثلاً أن يصلي لمدة ساعة عنده ساعة يريد أن يصلي فيها فهل الأفضل أن يطيل القيام والقراءة بحيث مثلاً أنه يصلي في هذه الساعة تسليمتين أو ثلاث أو الأفضل أن يكثر الركوع والسجود فيصلي في هذه الساعة مثلاً خمسة تسليمات أو ستة تسليمات اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فمنهم من قال إن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام فكون الإنسان يكثر من الركوع والسجود هذا أفضل وعلى هذا لو كان عندك ساعة واحدة فالأفضل مثلاً أن تصلي إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة هذا أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السجود إنك لن تسجد لله سجد إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وهذا القول أعني أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله فهم يفضلون كثرة الركوع والسجود أولاً لأن السجود أفضل بهيئته فهيئة الساجد هي أبلغ ما يكون في الذل والخضوع لله وأيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجد إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وهذا الذي عليه بعض العلماء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام وقال شيخ الإسلام وقال بعض العلماء إن طول القيام أفضل لأن القيام فيه ذكر وهو قراءة القرآن وهو أشرف الذكر هذان قولان متقابلان وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لكل مزيّة ولكل فضيلة فالسجود أفضل بهيئته والقيام أفضل بذكره فذكر القيام القرآن أفضل وهيئة السجود أفضل وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته كانت متناسبة كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود وإذا قصر القيام قصر الركوع والسجود هذا هو السنة أن يجعل الإنسان صلاته متناسبة قال البراء بن عازبا رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجوده فجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء هذا هو السنة فإذا أطلت القيام فأطل الركوع والسجود هذا ما تيسر الكلام عليه في هذه الآية الكريمة نصر الله السجاد والتوفيق ترجمة نانسي قنقر